السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله أخواني وأخواتي لو تأملنا في نصوص القرآن وفي نصوص السنة النبوية لو وجدنا كم من كبيرا من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تحث على حسن الجوار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مسألة الجوار مسألة لها مكانة كبيرة في دين الإسلام ولذلك الله جل وعلا ذكر الجيران في القرآن وذكر ثلاثة أصناف قال سبحانه وتعالى والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل قال العلماء والجار الجنوب الذي له ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة والصاحب بالجنب له حقان حق الإسلام وحق الجيرة ثم ذكر الثالث وهو الجار غير المسلم الذي له حق واحد غير المسلم نعم كذلك الجار غير المسلم له حق الجوار كما أمر الله جل وعلا وقد ترجم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترجم عملية حينما كان يتعاهد جيرانه من غير المسلمين وكان عبد الله بن عمر بن العاص إذا ذبح ذبيحة ووزع اللحم كان ينادي أهله أطعمتم جارنا اليهودي أطعمتم جارنا اليهودي هؤلاء الصحابة هم الذين فهموا قيمة الجار لما رأوا نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن جبريل عليه الصلاة والسلام يكثر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بجيرانه حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجار سيدخل على خط الورث وأنه سيكون أحد الوارثين من كثرة وشدة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالجيران ولذلك إخواني وأخواتي مسألة الجيران لها ارتباط وثيق في سعادة الأسرة لها ارتباط وثيق في هناء الأسرة فالجار الصالح لا شك بأنه سيكون مصدر سعادة للأسرة أما الجار السيء فسيكون مصدر شقاء وبؤس على هذه الأسرة ومن جملة ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام ويستعيد منه كان يستعيد من جار السوء في دار المقامة كان يستعيد من جار السوء في دار المقامة لأنه لا يرتحل أما جار البادية فيرتحل ولذلك يدلنا هذا على أهمية العناية بالجار طيب كيف أنا أكسب جاري حتى أجعله مصدر سعادة لي وليس مصدر شقاء هذا يكون بثلاثة أشياء الأمر الأول الإحسان إلى الجار بكل ضروب الإحسان من السلام عليه ومن عيادته إذا مرض ومن مساعدته إذا احتاج ومن الحفاظ على بيته إذا غاب ومن الكف الأذى عن حريمه مثلا أو عن حرمته مثلا عموما والمحافظة على أمواله هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما يتعلق بكف الأذى عن الجار أنت الآن أحسنت إليه الثاني أن تكف أذاك عنه بمعنى أن تقطع كل ما من شأنه أن يكون مصدر قلق لهذا الجار مصدر يعني مثلا كما ذكرت قبل أقل ما يتعلق بالأذية بأي نوع من أنواع الأذية سواء كانت أذية معنوية أو أذية حسية فالجار الذي لا يرغب في أن توقف سيارتك أمام بابه كف أذاك عنه الجار الذي يتأذى من الأصوات المرتفعة الصادرة من بيتك كف أذاك عنه وهذا أمر غاية في الأهمية يبقى المرتبة الثالثة وهي الصبر على أذية الجار وهذه في الغالب الناس لا يحسنونها والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على الجار أمر بالصبر على الجار فقد يبتل الإنسان بجار سيء طيب ما العمل هذا الجار لا يرتحل إذن يجب عليك أن تصبر على أذاه وهذا ما يمنع أنك تقدم له النصيحة تبعث له بالهدية لأن الهدية تسل السخيمة من الصدور الهدية سبب من أسباب التحابب الهدية في واقع الأمر عربون لسعادة مستقبلية إن هو فهم ذلك ولذلك كان الناس قديما يعني يقولون الجار قبل الدار الجار قبل الدار ولما تأذى بعض الناس من جاره قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصوا فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا ولذلك أخواني وأخواتي من المهم جدا أن يكون لنا عناية بحقوق الجار لأن إذا كسبت جاري فإن هذا سيوفر لي أرضية كبيرة و واسعة في قضية تحقيق السعادة الأسرية أحيانا بعض الجيران إذا فعلا ما اتبعت معه هذه الأساليب الشرعية والطرق الشرعية من الإحسان إليه ومن كف الأذى عنه ومن الصبر على أذى ربما يكون مصدر شقاء بالنسبة لك ومصدر يعني بلاء بالنسبة لك قد يفسد عليك الأهل يفسد عليك الأولاد ينغص عليك حياتك بحيث أنه يعطلك عن الإنتاج فيما أنت فيه من خلال رفع الأصوات أو شيء من هذا القبيل أنا أفترض أن تكون أنت الجار الصالح وابتليت بجار سيء كيف تتعامل معه هذه الخطوات الشرعية من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة تتعامل بها مع جارك ولأجل هذا إخواني وأخواتي من مصادر السعادة للإنسان أن يرزق بالجار الطيب ومن مصادر الشقائي للإنسان أن يبتلى بجار السوء وكما ذكرت كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما كان يستعيد منه جار السوء في دار المقامة فأصلحوا ما بينكم وبين جيرانكم أغلقوا الملفات السوداء التي حصلت في الماضي وادفنوا هذا الأمر الذي حصل بينكم حتى تستشرفوا مستقبلا مليء بالسعادة ومليء بالطمأنينة وفقنا الله وإياكم لكل خير ألتقيكم في لقاء قادم على خير بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة